نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوي على همش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 2023 شارك في المنتدى عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رافعة المستوى من الخبراء والعسكريين وممثل كبراء الشركات العالمية في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوي تحت عنوان التحديات المسيرات الجوية نظر إلى المستقبل وذلك على همش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 2023 وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين وممثل كبرى الشركات العالمية في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي وألقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة في المنتدى مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التي تسهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي لمجابهة التهديدات المحتملة وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت إدارة جلسة علمية بحضور عدد من رؤساء الجامعات والتي تم فيها استعراض أبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المستخدمة في كافة التطبيقات العلمية والعملية كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاش لممثلي الوفود الأجنبية تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطور الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام علاوة على الاستفادة من التطور المستمر في مجال أنظمة الدفاع الجوي الحديثة